بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأحباب وفي هذه الأمسية الطيبة المباركة التي نواصل فيها الحديث عن أسماء الله تعالى الحسنى في اللقاء السابق تحدثنا عن اسمه تعالى الخالق واليوم نتحدث عن اسمه تعالى البارئ وفي اللقاء السابق عرفنا ما يشير إليه هذا الاسم الجليل بشكل دقيق من خلال وروده في القرآن الكريم ومعاجم اللغة وقد اقترن هذا الاسم الجليل الخالق باسمه تعالى البارئ وذلك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى فهل هناك اختلاف في المعنى بين الاسمين الجليلين أو أنهما مترادفان وجاء بنفس المعنى في الآية الكريمة أو في غير ذلك من مواضع في القرآن الكريم أو في الأحاديث أو بصفة عامة من المعروف أن قضية الترادف شغلت الباحثين قديما وحديثا واختلفوا بشأنها اختلافا كبيرا ما يزال قائما إلى اليوم وكان من أهم القائلين بالترادف سيبويه والأصمعي والرماني والأصفهاني وغيرهم طبعا من العلماء والباحثين فالمتكلم في نظر هؤلاء العلماء قد يأتي بكلمتين متشابهتين بهدف التأكيد والمبالغة وفي اللغة مئات الشواهد على ذلك مع ملاحظة أن الترادف لا يعني التشابه والتطابق التام بين الكلمتين وإنما يصح أن تقوم كلمة مقام أخرى مع احتفاظ كل لفظة بالمعنى الخاص بها وأما المنكرون للترادف فأشهرهم ابن فارس وثعلب وأبو هلال العسكري وأبو علي الفارسي والبيضاوي وغيرهم أيضا من العلماء وحجتهم في ذلك أنه لا يجوز أن يختلف اللفظ وأن يكون المعنى واحدا لأن في كل لفظة زيادة معنى ليس في الأخرى فلا يصح أن نساوي في المعنى بين الفعل ذهب والفعل مضى ولا بين لفظة الشك والريب ولا الخالق في نظرهم هو نفسه البارئ وهكذا وإنما توجد فروق دقيقة يجب الانتباه إليها والاجتهاد من أجل استخراجها واكتشافها وأنا شخصيا أميل إلى هذا الرأي مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اختلاف القبائل الذي كان من نتيجته بروز هذه الظاهرة للوجود وللعالم اللغوي الكبير أبي هلال العسكري دراسة مهمة تركز على الفروق اللغوية الدقيقة بين الكلمات خاصة تلك التي وردت في القرآن الكريم وجرت على ألسنة الفقهاء والعلماء وعنوان هذه الدراسة الفروق اللغوية ويعني ينصح برجوع إليها في هذا الباب وتأسيسا على ما قلناه نقول إن اسم الله تعالى البارئ ورد في القرآن الكريم ثلاث مرات مرة جاء مقترنا باسميه تعالى الخالق والمصور وذلك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة وجاء مرتين منفردا غير مقترن باسم آخر وذلك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ولعل أفضل ما قيل في هذا الشأن إن اسمه تعالى البارئ إذا جاء منفردا فقد يكون مرادفا لاسمه تعالى الخالق وقد يكون بمعنى قريب منه ولذلك فسر كثير من المفسرين قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم أي عودوا إلى خالقكم أما إذا كان الاسم مقترنا باسمه تعالى الخالق كما في الآية التي مرت بنا فقد يكونان بنفس المعنى وجمع بينهما للتأكيد والمبالغة وقد يكون لكل اسم معنا مغاير ومختلف ليس في الآخر وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين يقول أبو حيان رحمة الله عليه في البحر المحيط وفي الجمع بين الخالق والبارئ ما يدل على التباين الاختلاف إلا إن حمل على التوكيد وقد فرق بينهما بعض الناس ولذلك لا يعجبني شخصيا جزم بعض الشراح وتأكيدهم القاطع على أن البارئ لا يعني الخالق بحال من الأحوال فقد يصح الجمع بينهما ويكونان بمعنى واحد كما أسلفنا وعلينا أن نسلم علم ذلك لله تعالى وحده جاء في لسان العرب البارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال سابق ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات وقل ما تستعمل في غير الحيوان فيقال برأ الله النسمة وخلق السماوات والأرض يعني هذه أيضا من الملاحظات التي ذكرها ابن منذور وهو طبعا جمع يعني معجمه من كلام العرب وجاء في الدعاء ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ وفي تفسير النكت والعيون للموردي الخالق هو المحدث للأشياء على إرادته والمقدر لها على حكمته أما البارئ فهو المميز للخلق ومنه قولنا برئت منه إذا تميزت منه فالخلق معناه إيجاد ما لم يكن موجودا وهذا المعنى الغالب من إطلاق اسم الله تعالى الخالق ويكون ذكر البارئ بعد الخالق تنبيها على أحوال خاصة في الخلق فالخالق يدل على كمال علمه والبارئ يدل على كونه موجدا للذوات لا عن المادة والمصور يدل على أنه هو الذي صور هذه الأشياء ووضعها بكيفياتها فمن عرف ربه بهذه الأسماء الثلاثة فقد عرف معبوده بصفات الإلهية ونعوت الربوبية فظهر بهذا أن هذا الترتيب في غاية الحسن والفائدة ولتوضيح هذه الفروق الدقيقة يقول الفخر الرازي رحمة الله عليه إنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الإنسان عاقلا فاهما متحملا لأمانة الله تعالى مخاطبا مكلفا فلابد أن يقدر تركيب ذاته بقدر مخصوص وصفات مخصوصة ويؤلف أعضاءه على وجه مخصوص مطابق للمصلحة والحكمة على ما تشتمل عليه كتب التشريح ثم إذا حصل التقدير على هذا الوجه فلابد من مادة عنها يتكون بدن الإنسان وهي الأجسام ولابد من صورة بها يتكون بدن الإنسان وهي الأمزجة والقوى والتركيبات فهو تعالى خالق لأنه هو الذي قدر كل شيء في علمه بالمقدار النافع المطابق للمصلحة وبارئ لأنه أبدع تلك الأجسام وأخرجها من العدم إلى الوجود ومصور لأنه تعالى هو الذي أحدث المزاج والقوى والتراكيب في تلك الأجسام وقس على ذلك في جميع الأجسام العلوية والسفلية وهذا كله إذا فصرنا الخالق في الآية الكريمة بمعنى المقدر هذا من كتاب لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات للإمام فخر الدين الرازي ويمكن إجمال معاني اسمه تعالى البارئ في التالي أنه تعالى الموجد والمبدع وبهذا يكون مشابها ومرادفا لاسمه تعالى الخالق ويفسر على هذا النحو إذا كان الاسم منفردا وغير مقترن باسمه تعالى الخالق كما ذكرنا ومن معانيه كذلك أنه تعالى هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض أي ميز بعضه عن بعض فأصل البر في اللغة القطع والفصل ومن معانيه أيضا أنه تعالى هو خالق الإنسان من التراب وهو عز وجل منشئ البرية وأصل البر في اللغة التراب فيكون اسمه تعالى الخالق عاما حيث يتضمن معناه التقدير والإيجاد والنشأة أما اسمه تعالى البارئ فهو خاص في دلالته حيث يدل على مجرد الإيجاد من غير تقدير وهو خاص بالحيوان والإنسان ومن معاني هذا الاسم الجليل كذلك أنه تعالى هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت أي خلقهم خلقا مستويا ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب ولا خلل ومن معانيه أنه سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الروح في الجسد وأيضا من معانيه أنه تعالى البارئ أي البريء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام وما يعني سلامة الله من الآفات والعيوب والنقص فالبرء هو خلوص الشيء من غيره كبرء المريض من مرضه والمدين من دينه والله تعالى الخالق البارئ خال من كل الآفات والأسقام والعيوب والنقائص وهو موصوف بكل صفات الكمال والجلال يعني يكون قريبا من اسمه تعالى السلام على هذا المعنى يقول الإمام الحليمي رحمة الله عليه هذا الاسم الجليل البارئ يحتمل معنى ييد الأول الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق وهذا الذي يشير إليه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فوسبحانه وتعالى البارئ كان عالما بما أبدع قبل أن يبدع فكما وجب له عند الإبداع اسم البديع وجب له اسم البارئ وأما المعنى الثاني فالمراد بالبارئ قالب الأعيان أي أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء ثم خلق منها الأجسام المختلفة كما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي فيكون هذا من قولهم بر القوس إذا صنعها من موادها التي كانت لها فجاءت منها لا كهيئتها فنحن عندما نقول برأ الله الشيء أي خلقه وجعله صالحا ومناسبا للمهمة والغاية التي خلق من أجلها فإذا قلنا إن الله هو الخالق كان معناه أنه تعالى هو الذي خلق الشيء واستحدثه وأوجده من العدم المطلق أما إذا قلنا البارئ فمعنى ذلك أن الله تعالى هو الذي استحدث الإنسان وأوجده من العدم المطلق في خلقة وهيئة وصفة تناسب المهمة والغاية التي خلق من أجلها فالخالق قد يخلق الشيء مناسبا أو غير مناسب أما البارئ فلا يخلق الشيء إلا مناسبا تماما للغاية التي أرادها من خلقه ولا شك أن هذا الفرق الدقيق اللطيف قد يخفى على كثير من الناس لما بين الإسمين من صلة في المعنى لكن كل اسم كما رأينا يختص بمرحلة من مراحل نشأة الإنسان وإيجاده فالله تعالى الخالق البارئ خلقنا من العدم وخلق لنا من سبل الراحة ما يجعلنا نعيش حياتنا القصيرة على وجه الأرض فجعل الأرض مهادة وجعل السماء سقفا محفوظا وسخر للإنسان كل شيء حتى يتفرغ لعبادته وعمارة الأرض فما أعظم الله تعالى الخالق البارئ الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى ولا شك أن التأمل في خلق الله وعظيم صنعه والتدبر في معاني أسمائه الحسنى يمنحان الإنسان دائما السكينة والطمأنينة وراحة البال وحظ العبد من هذا الاسم الجليل أن يبرأ إلى الله تعالى من كل حول وقوة وأن يتبرأ من الشهوات والشبهات والبدع وكل ما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير فحين تأكد لنبي الله إبراهيم عليه السلام أن أباه لن يؤمن هجره وتبرأ منه وعلى العبد أن يوقن أن الله تعالى وحده هو الذي بيده المصير وإليه المعاد ولا يمكن لشيء أن يحدث في ملكوته دون إرادته فوسبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور الذي خلق فسوى والذي أمات فأحيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل بعمل أهل الجنة لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة رواه البخاري ومسلم فمن عرف أنه تعالى هو البارئ لم يكن للحوادث في قلبه أثر ولا للشواهد عليه خطر وتبرأ من حول نفسه وسطوتها ولم يمن على الحضرة بعبوديته وطاعاته وقيل من عرف أنه البارئ فني عن مساكنة الأغيار وسقط عن سره ملاحظة الآثار ومن عرف أنه البارئ تبرأ من المحظور والتجأ إلى الملك الغفور كذلك فإن هذه الأسماء الجليلة الخالق البارئ المصور إذا تدبرها الإنسان بشكل صحيح فسيزداد يقينا وإيمانا أن هذا الكون العظيم وهذا الخلق المتنوع والعجيب إنما هي مجرد شواهد على عظمة صنع الله وبديع خلقه وأن الذي خلق الإنسان وخلق هذه الأشياء البديعة والعجيبة يجب أن ندين له بالطاعة الكاملة وأن نعبده حق عبادته وقد لفت القرآن أنظارنا إلى ضرورة التأمل في الكون وفي أنفسنا لكي نصل إلى هذه النتيجة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال قتادة من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة ويقول الشاعر يا مبدع الخلق يا من لا شريك له طوبى لمن عاش بين الناس يهواك إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض جودك ربي كيف ينساك والله ما سعدت روحي ولا فرحت في الدهر ما بقيت إلا بذكراك إن معرفة أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلا تعد من أهم الوسائل التي تعيننا على معرفة الله حق معرفته والتقرب إليه عز وجل ولعل في هذا الاسم بالذات البارئ مع اسميه تعالى الخالق والمصور ما يدعون أكثر إلى التأمل والتفكر في خلق الله تعالى في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى في الإنسان في أعماق أعماقه وفي الحيوان وأنواعه والبحار والمحيطات والليل والنهار ولا شك أن هذا التأمل سيقربنا من الله تعالى وسيجعلنا من العارفين بقدره كما أنه سيعيننا على فهم الحياة وكشف أسرارها لأنها لا تمنح أسرارها إلا لمن يغوص في بواطنها قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يزيدنا من فضله وأن يبارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا وأن يحفظ أوطاننا من كل سوء وأن ينصر هذه الأمة ويكشف الغمة إنه نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما اسمه تعالى المصور فمن تجلياته أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر في المرآة يدعو بهذا الدعاء ويقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي رواه أحمد والبيهقي وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ضرب الوجه أو تقبيحه فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أن أحدكم لأحد قبح الله وجهه ووجه من أشبه وجهه فإن الله خلق آدم على صورته وهو بذلك صلوات ربي وسلامه عليه يلفت أنظارنا إلى بديع خلقه وجميل صنعه فهو الذي خلق الإنسان من طين ثم سواه في أحسن صورة وفي أحسن تقويم فكان على هذا النحو من التمام والحسن والجمال ليستدل به على قدرته وعظمته قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يقول ابن عاشور إن الخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق بالمخلوق وهي نعم عليه وجميع ذلك تعريض بالتوبيخ على كفران نعمته بعبادة غيره فسبحان الله الخالق البارئ المصور الذي خلق فسوا والذي قدر فهدى خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه إلى صراطه المستقيم وجعل لكل إنسان صورة وهيئة يعرف بها ويستدل بها عليه وصور الكائنات وسائر مخلوقاته وفق مشيئته وما تقتضيه حكمته تفرد سبحانه بصفات الكمال والجلال والجمال فدانت له الخلائق وخضعت لعظمته وعزته الملوك وحارت العقول في بديع صنعه وجميل خلقه سبحانه سبحانه له الحمد كله وله الثناء والمجد وحده فلا خالق ولا بارئ ولا مصور غيره وقد ورد اسمه تعالى المصور مرة واحدة في القرآن الكريم وجاء مقترنا باسميه تعالى الخالق البارئ وذلك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وجاء بصيغة الفعل في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس لم يكن من الساجدين وفي هذا الاقتران ما يظهر بديع نظم القرآن الكريم ويلفت إلى عجيب خلقه وصنعه سبحانه وتعالى ولعل في تتالي هذه الصفات وارتباطها بهذا الشكل ومجيئها على هذا النحو والترتيب ما يستحث القلب والعقل على متابعة عملية الخلق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة تلو أخرى حسب تصور البشر ومن جميل ما قاله الإمام الفخر الرازي عن سر اقتران هذه الأسماء الثلاثة وارتباطها إن فسرنا الخالق في الآية الكريمة بمعنى المقدر حسن انتظام هذه الأسماء الثلاثة على هذا الترتيب وذلك لأن التقدير يرجع حاصله إلى العلم فيكون في هذا الارتباط رد على الزنادقة والمنكرين لصفات الله عز وجل وأما ورود اسمه تعالى المصور فقد جاء من أجل ضحب ما زاعم أولئك القائلين بأن الله خلق الخلق ولكن الطبيعة هي التي أعطت للنبات وللحيوان وللجماد صورته الخاصة فالمصور عز وجل هو وحده الذي يصور هذه المخلوقات ويصفها بكيفياتها ومن عرف ربه بهذه الأسماء الثلاثة فقد عرف معبوده بصفات الإلهية ونعوت الربوبية كما ذكرنا من قبل ويقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة وأنها ترجع إلى معنى المشترك وهو الخلق والاختراع وليس الأمر على هذا النحو بل إن كل ما يخرج من العدم إلى الوجود فإنه يفتقر إلى تقدير أولا وإلى إيجاد على وفق التقدير ثانيا وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا والله سبحانه وتعالى خالق من حيث إنه مقدر وبارئ من حيث إنه مخترع موجد ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب وهذا كالبناء مثلا فإنه يحتاج إلى مقدر يقدر ما لا بد له منه من الخشب والحجارة ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها وعرضها وهذا يتولاه المهندس فيرسمه ويصوره ثم يحتاج إلى بناء يقوم بأعمال البناء ثم يحتاج إلى مزين يعني يزين ظاهره ويجمل صورته فيتولاه أحد آخر غير البناء هذه هي العادة في التقدير والبناء والتصوير وليس كذلك في أفعال الله عز وجل بل هو سبحانه عز وجل هو المقدر والموجد والمزين فهو الخالق البارئ المصور فالمصور سبحانه هو الذي رتب صور الأشياء أحسن ترتيب وصورها في أحسن تصوير ومن خصائص هذا الاسم الجليل المصور مع اسميه تعالى الخالق والبارئ أنها تمنح الإنسان العاقل الفرصة على التدبر والتأمل في خلق الإنسان والكون فيفيد الله عليه من أنواره ويمنحه بعض أسراره فهذا الكون العجيب على تنوعه والتساعه خلقه الله تعالى وفق نظام دقيق وترتيب محكم ومتقن ولو حدث فيه أي تغيير لاختل هذا النظام وقد أمدنا العلم الحديث بالعديد من الحقائق التي تؤكد على هذا المعنى وهذا الترتيب والتصوير موجود في كل جزء من أجزاء العالم وإن صغر تجده في النملة والذرة وفي الإنسان والحيوان والنبات والجماد بل في كل عضو من أعضاء أصغر حشرة ويكفي أن نتأمل حاسة واحدة كالبصر أو السمع عند الكائن الحي لندرك عظمة الله وبديع صنعه ويطول بنا الكلام لو نقلنا بعضا مما قاله العلماء في كيفية رؤية صورة الأشياء وتشريح العين أو القلب أو طريقة عمل الشرايين وضخها للدم في الجسم فسبحان الله الخالق البارئ المصور وحظ العبد من هذا الاسم الجليل أن يساعده من خلال تأمله الدائم والمستمر في الكون وفي نفسه إلى معرفة عظمة الخالق جل وعلا وقدرته فلا يغتر بقوته ولا يغريه حسن صورته وهيئته ولا يطغيه منصبه وماله وعثرته فكل ذلك إنما هو من عطاء الله وكرمه وفضله فالمصور الحق الجدير بهذا الوصف هو الله وحده لأنه هو الذي جعل لكل شيء في الوجود شكلا يميزه وصورة يعرف بها أما ما يقوم به الرسامون والمصورون من البشر فما هو إلا محاكاة لبديع صنعه وهي صورة بلا روح وهذا الاسم الجليل يشعر بجميع الصفات التي لا يتم الفعل إلا بها من الاقتدار والعلم والاختيار ويتضمن مع ذلك الحكمة البالغة والخبرة قبل الإيجاد إلى غير ذلك من الصفات التي يفتقر إليها التصور والاختراع والتقدير والتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع لها والمتأمل في مراحل خلق الإنسان وتكوينه وهو جنين في بطن أمه لا يملك إلا أن يقول سبحان الله المصور الذي خلق كل شيء فأحسن تصويره وقومه فأحسن تقويمه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يملي أحد كتبة الوحي قوله تعالى من سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وقبل أن يتم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال هذا الصحابي فتبارك الله أحسن الخالقين تعجبا من بديع صنع الله وعظمة خلقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكتبها فقد نزلت وهذا التعقيب من الرجل يثبت عميق فهمه وتدبره للقرآن الكريم وللآيات التي تدل على بديع صنع الله وجمال تصويره والمصور سبحانه وتعالى خلق الكون على هذا التناسق والتنوع العجيب والمدهش وأبدع الإنسان في صور شتى وأشكال لا حصر لها تدل على قدرته المطلقة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بني آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والطيب وبين ذلك رواه الإمام أحمد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ولا شك أن هذه النعمة المتنوعة التي لا تعد ولا تحصى خلقها الله تعالى للإنسان لتكون سببا في بقائه على قيد الحياة استمتع بها ويتقوى بها وهي تستوجب بلا شك شكر المنعم والمتفضل بها علينا جميعا وعن طريقها يهتد الإنسان إلى خالقه ويتفكر في عظمته وعجائب خلقه وقدرته فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى وعلى الرغم من أن الله تعالى قد أبدع تصوير الإنسان وجعله في أحسن تقويم وأجمل صورة فقد حثنا الإسلام أن لا يكون حكمنا على الأشخاص من خلال الصورة فقط وأن لا ننخدع بجمال المنظر عند الحكم على الأشياء إنما يجب أن نهتم بالباطن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التقوى ها هنا التقوى ها هنا ثم أشار بيده إلى صدره وفي الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم وخضراء الدمن فقال الصحابة متعجبين وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في منبت السوء ويعني يضرب هذا المثل في التحذير من الانخداع بالمظهر وأيضا عندما مر رجل يعني ذو هيئة ومنصب وجمال على الصحابة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم فسألهم ماذا تقولون في هذا الرجل فقالوا والله إنه لحري إذا تكلم أن يستمع إليه وإذا تزوج أن يزوج إلى آخر ما ذكروه من ثناء في حق هذا الرجل ثم بعد مدة مر رجل آخر يعني هيئته ليست كهيئة الأول يبدو عليه الفقر ويبدو عليه أنه يلبس ثيابا بالية فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في هذا الرجل فقالوا والله يا رسول الله إنه لحري به إذا تزوج أن لا يزوج إذا تقدم لأحد يخطب ابنته يعني الناس طرى فقيرا فلا تزوجه من ابنتهم وإذا تحدث أن لا يستمع إليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما لا يعلمون قال لهم إن هذا خير من ملء الأرض من ذات وهذا طبعا من العلم الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن ثم فهو يقين عندما علمهم أو أرشادهم إلى هذا الأمر اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا كل ذنب وأن تسطر كل عيب وأن تكشف كل كرب وأن تصرف عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وشدة وعناء نسألك يا خالق يا بارئ يا مصور أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا وأن تعيننا على طاعتك وعبادتك وشكر نعمتك وندعوك يا مصور كما أحسنت خلقنا وصورتنا أن تحسن أخلاقنا وطباعنا وأن تقوي يقيننا وثباتنا على الحق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله مساك سعد الأستاذ دكتور وجيه والحقيقة أمسية جميلة جدا كالعادة وشرح وافي عميق جدا لأسماء الله البارئة المصور سبحان الله وسبحانه وتعالى المصور طبعا اسم الأسماء الله والحقيقة تصوير الله لعباده كيف ما شاء هو الذي خلقك فسواك فعاد لك في أي صورة ما شاء ركبك التصوير في هذه الآية دكتور وجيه ماذا يعني حفظك الله وجزاك الله وعنا خيرا كذلك دكتور حفظك الله أيضا بسم الله البارئ سبحانه وتعالى عز وجل هل هو المنشئ الخالق وهل يعني معنى البارئ بمعنى الخالق نحن عندنا الخالق أيضا اسم الأسماء الله العسنة فهل البارئ والخالق هي نفس المعنى أم أنها تختلف عن بعضها حفظك الله لأنه يعني أنا أعتقد أن تعريف البارئ هو الإنشاء من العدم إذا تفكرني في الرأي حفظك الله نريد يعني توضيح الأكثر لمعنى البارئ هل هو بمعنى الخالق و إذا كان هناك فرق بينهما أرجو أن تغضعوا يعفظك الله جزاكم الله خيرا أخي الحبيب دكتور محمد وربنا يبارك فيك يا رب ويفض علينا من نعمه وفضله ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال هو طبعا الآية في أي صورة ما شاء أركبك يعني في أي خلقة وفي أي شكل أبيض أسود طويل نحيف فهذا يرجع إلى تقدير الله عز وجل وهذا من نعمه وفضله فالله سبحانه وتعالى خلق الناس على تلك الهيئات المتباينة من يعني الاختلاف الذي نراه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وهذا أيضا يظهر ويعكس قدرة الله عز وجل يعني غير المحدودة التي يعني يحر فيها العلم أظن في حديث ما معناه أنه كان رجلا تزوج بمرأة وجاء الابن على غير هيئته وفي حديث صحيح وغير هيئتها فكأنه يعني شك في نسبه أو في يعني أن يكون هذا الابن له لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه أن الله عز وجل يعني يخلق ما يشاء وأن الطفل قد يكون بينه وبين أجداده أو بين آبائه يعني حتى آدم عليه السلام أو حتى أجيال ضاربة في القدم شبه فهذا يعني بقدرة الله عز وجل هو دكتور محمد كما ذكرنا إن اسم الله البارئ إن كان منفردا فقد يأتي مرادفا لإسمه تعالى الخالق لكن في نظم الآية التي تلوناها الخالق البارئ المصور فالعلماء يميزون بين كل اسم من هذه الأسماء وفالخالق هو المقدر والبارئ له معاني إما أن يكون بمعنى المبدع والموجد والمقدر أيضا والجمع بين هذه الأسماء يكون على سبيل التأكيد لأن طبعا الناس تشك في كل العصور هناك الملاحدة وهناك الزنادق فيأتي أو تأتي هذه الأسماء المترادفة للتأكيد على نفس المعنى لكن طبعا هذا تخريج إنما هناك التخريجات الأخرى التي تدلنا على أن اسم الله البارئ مختلف عن اسم الله تعالى الخالق كما قلنا يعني من معانيه أنه الذي فصل بعد الخلق أو أعطى لكل شيء هيئته وخلقه كما في اسم الله المصور أيضا وغير ذلك من المعاني التي ذكرناها في المحاضرة وأيضا من المعاني اللطيفة التي ذكرت البارئ أي البريء من التفاوت والتنافر يعني سلامة الله سبحانه وتعالى من الآفات والعيوب والنقص فكأنه كما ذكرنا بمعنى اسمه تعالى السلام وهكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور وجيه أشكر معاليكم على هذا على هذا التميز الذي عرفت به بيننا ولي مداخلة يقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم ما الحكمة في هذا العطف بعد كلمة خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم ما الحكمة في هذا العطف وأيضا ما الحكمة في قوله والتعالى وصوركم لماذا قالتش وصورك يا آدم قال وصوركم شكرا لحضرتك دكتورنا الفضل جزاكم الله خيرا دكتور أسامة ويعني دائما يعني مداخلاتك ومداخلات الإخوة جميعا يعني في غاية الأهمية ولو تأملنا في نظم الآية التي ذكرتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير فالله سبحانه وتعالى يرى البشر وهم المخاطبون بهذه الآيات عظيمة صنعا الظاهر في الأجرام السماوية وكل ما في السماء من نجوم ومن أشياء لا ينكرها عاقل فلما جاء إلى خطاب الإنسان تحدث عن الصورة لأن عيئة الإنسان رغم أنه يعني كائن ضعيف لكن الذي يتأمل في الإنسان يرى إعجاز يمكن لا يقل في روعاته وإبداعه عن خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض أعظم كما في الآيات القرآنية وكما في قول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق من خلقكم أو من خلق الناس فهنا يلفت النظر إلى عظيم صنعه والقول وصوركم فأحسن صوركم هو الخطاب للناس جميعا لأن التصوير لم يكن لآدم وحده وإنما هو للبشر فالربط بين الآيتين هو لكل عاقل أن يتأمل وأن يتصور خلق السماوات والأرض وينظر ما فيهما من شواهد تدل على عظيم خلق الله عز وجل ثم ما في صورة الإنسان وهيئته سواء الهيئة الظاهرة أو حتى عندما نطلع على باطن الإنسان بالتصوير أو بالأشعة أو بغير ذلك من الأشياء التي يعني يندهش لها الإنسان ويتعجب منها فالرابط بين الأمرين هو إثارة العقل والذهن للتفكر في عظيم صنع الله الذي لا يخطئه الإنسان البصير والإنسان العاقل والإنسان الذي يتأمل في بديع صنعه فيعني صوركم هي تشبه قوله وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لأن الإنسان هو أحسن للمخلوقات صورة وأبهاها منظرا كما يعني يقول العلماء وطبعا الآية ختمت بقوله وإليه المصير يعني على الإنسان أن يتأمل أن هذه الأمور على عظمها والسماء والأجرام السماوية وغيرها ليست دائمة وباقية بل كلها كما قال الله عز وجل يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فهذه النقطة الأساسية التي ينبغي أن يعني ينتبه إليها الإنسان فهو عائد إلى ربه ليجازيه عن عمله المؤمن في يجاز بال بالجنة والكافر والعياذ بالله يعني ينال جزاء في العذاب الأليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بكل خير أخبتنا الثقافية العربية الله يجزيد كل خير عنا يا دكتور رجي هو يجزيد كل خير ويفتع عليك ويفتح لك ويزيدك علم و يزيدك إخلاص في العلم لأن أشد الله سبحانه وتعالى أن كل كلمة تقولها أو قلتها تدخل القلب فهي دلالة لأنها تخرج من القلب ولا أزكيك على الله أنا بس قبل ما يعني خاطرتي حول الخالق البارئ المصور يعني أتى في قلبي الخالق والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بما شاء وكيف شاء وأن شاء فهو خالق سبحانه وتعالى إذا أرد شيء شيئا أن يكون أنا أقوم في أقوم خلق الجان وخلق الإنسان وخلق الملائكة وسبحانه وتعالى يخلق ما يشاء البارئ خلق اللي أنا إنت حضر لك قلت يبرأ من الشيء أي يتطهر منه أو يتنزه عن شيء فخلق فخلق الله منزه منزه عن كل نقص شوف ما شاء الله خلق العين شوف خلق البين كرياز شوف خلق الورقة الخضراء شوف خلق الكدروفيل فخلق منزه عن أي نقص وهذا الخلق في تكامل لوظيفة المخلوق ثم هيئة المصور يعني تتلقى ترتيب ما شاء الله خلق فهذا الخلق مبرأ من أي نقص فهو البارئ ثم هذه المخلوقات إذا كان الإنسان له هيئة له صورة تختلف عن هذا بتختلف عن هذا الإبهام بصمة دي بتختلف عنه فديات صورة مختلفة من خلق الله سبحانه وتعال ده الإنسان صغر الكبد له صورة الكلع لها صورة ما شاء الله الظر نفسها لها صورة كل شي له صورة بخلينا نتحرف عليه الحديد غير النحاس الحجر الصخور المتحولة غير الصخور النارية غير الصخور الرسوبية الدلفين غير الحود فهذه تأتينا في أن احنا ممكن نعرف أسماء وتنوع خلق الله سبحانه وتعالى فماشاء الله الخالق البارئ المصور وكلام كثير جدا إن شاء الله رب العالمين في هذا الموضوع فترتيب رائع جدا هو الذي خلقه وخلقه مضرع من أي نقص الصور لتعرف على خلق الله سبحانه وتعالى ونميز بين هذا وذاك لي رجابة إن شاء الله في الحلقات القادمة أنت تسجل تسجيل خاص بالدعاء لأن تبعته للناس كثيرة جدا وإن شاء الله مبسطين منه فالله يكرمك يعني لا تقرن نهاية الموضوع بالدعاء ولكن اجعل بالدعاء يعني تسجيل خاص السلام عليكم ربنا يعزك ويبارك فيك يا دكتور محمد والله إن أحبك في الله يا دكتور محمد وإضافتك إضافة ممتازة ومفيدة ويعني سليمة وصحيحة جدا يعني إحنا ذكرنا وطوفنا بكم يعني من المعنى اللغوية وأنت يعني وضعت النقاط على الحروف من النواحي العلمية وفعلا قدرة الخالق في خلقه يعني وما يعقلها إلا العالمون فربنا سبحانه وتعالى جزيك خير وشكر جدا جدا على هذه الإضافة وبمشيئة الله تعالى سأفعل ما أوصيت به إن شاء الله أن يعني أخصص الجزء الدعاء أن يكون فيه منفصلا وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات وأنا أسألك الآن أن تدعو لنا يعني نحن إن شاء الله على سفر نستعد في الأيام القادمة للسفر إلى مصر المحروسة ويعني نسألك الدعاء وربنا سبحانه وتعالى يعني يجمعنا على خير بإذن الله تعالى وجزاكم الله كل خير يا دكتور محمد